بلغتران المنتي فيك شوفي تصورتي ببيبسي البانح المسلم لدي هذا البوست الصراحة قد رأيته اوتوماتيكاً فكرت في البوست الشهيرة والخاترة المورفي البوست الذي قدرنا نقوله ماركة مسجالة المورفي لا تقول لي شي واحد يعرف المورفي اداز من احيالي ومياخش بطريقة المورفي صراحة انا طحت علي الفكرة وضعتها سبونطانية حطيت هذا البوست والذي كتبت عليه جوجة الايقونات في الراب المغرب المنسي عيبون قبل يعيوب النس محطة قد احضار افخار المرأة والي أعسس هالشف الميركاني عارش فهمني عارش متاسم وخطني جيم كيري وكتم بحبست هيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه وهايييييه مني هد لدي كومنتيرات وبركيها وكيفاش اختي ايقونا وايقونا واحد الي كيين هو المورفين شو حدو اللي يتنزوك يقولك ظهور ايقونة جديدة بمعنى راغي ميتاسيون ايقونة ميتاسيون المورفين لا يقارن كيف ما ينعطاني الفانس ديال المسلم والذي قالوا اللي يسمح لراسه انه يشبه مسلم بشي واحد راغيك يخرب هاد الفئة كتقول ايش عجبكم في هاد المورفين كيعاود لكم الحجايات هذاك بعدها قعم ما يدره وكاللي عطاني تيتر امريكا الشمالية زعمة مسلم بالشمال والجنوبية وكاللي بحالي شد العصاب من الوسط وقال لي تبارك الله عليك نفس الضوء الجوش دروابة اللي ما يمكننا نكره انه مع طاول الراب المغريبي البارح اباطرة الراب المغربي تلقوا بالصدفة وداروا قيوة قدروا لايف واللي كنا محتاجين الصراحة صرت المرافن وخبعدها غير عرفوا المورفين واش بقيحي انه سيوا البارح خرج في لايف من المانيا واللي مقيم بها حاليا وبالصدفة طلع اشيرو ريضا واللي حتى هو كان مشال الالمانيا والطوقه اتوديون اتودي اشيرو ريضا ومعامل غير يلقاه في نظركم غير يلقاه مع المورفين واللي مؤخرا تقطعات خباره من ابي قاله ما بقي اسمع له وزاد كملها بالكونت انستغرام واللي مشاليه ومسحه المهم ما بقينا عارفين في اللقاوه حتى من تويتر مسكين من اللي اخته المورفين قدر الحداد واللي مجهول المنصة اكس ما نكذبه على شي مرة ولا جوش ليش فيناه في شي تصويره مع شي فان طلقه في الطريق وهذا الفان طلقه خدمته ومسؤولون لنا وجه يزعمل اشي برويج يسؤوله على نيته وجه اكسلسيو يقول للمورفين قريب قريب يكمدها في قلبه ويرجع هو عارف باللي وكيف العادة غير بغير يصدره المورفين وبعد غيابي طاويل اللي بارح شفناه مع نيسيو في اللايف اغلبية فيكم سيكونوا في اللايف ولكن ما سيكونوا شدوا وما يعودوا حتى الصوت كان شي ضعيفا دعنا هذيك لنحاولو بعضوهم ونحن لسيكونوا المواجهات بغير في هذا اللايف في هذا التاريخ سيكونوا في الراب المغربي ونقشوا بثائر المواضع في الراب مثلا قريبوا النیوو ديال الراب المغربي مع بلرا وش الدرالين اللي خلال مورفين مورفين ما حلال النىوو ولا لا في نوص اللاقه في المغرب كيلف الجديد وشنو ما صار نصب وفي هذي الفيديو سنحاول نحلل معكم هذا اللايف فهذا الشيء يجب أن تبقوا معي حتى الأخرى مقبل وكيف هذا؟ أريد أن تكون كاملية مركزة لكم في كومنتر الماكس لايك الماكس تبارتاش ونبدأوا دق دق شكون واش عرف تشكون جاونجا يمسي بوصماء يا صار دماء وبيجي البونجا مامسي يأفق هذه حالات وطراء ما كيف تنسلوني لس بتسلع فوت برونزة وخا عارف باللستاتي ما كتجيبش الفيوز بلا ما تحاول السبقة معي حسن لك السغلوز تلتزيره في تاريخ الرب ستتقديم تكرره فقط غيره بلحك ما فيه تفكره المورفين وكيف قلت لكم البارح ستتلع في لايف مع نيسيو نيسيو يحاول يجريه لسانه وحاول يوصليه على رسائلكم وقع الأسئلة التي تأتي على المورفين في المرة ستعرفين نيسيو يأشيره مصدى عيانه ومسكين في المساج وفي نسيو أهم سؤاله وأول سؤال سيسوله وفي الغابر أين تستصحب؟ المورفين يقول من اللي يرى هاتميات ستا ديغت خلطات العربازة ومسمين راسو مروابر فاز متقيقينهم يجرسوا اللور ويجعل الفاز يراجعوا الأوراق دياله ومن اللي يغبر الأيقونة وبذلك الفاز يصحوا المفاهيم ديالهم ويعرفوا قيمة الحاجة في إطارها هذا سبب من الأسباب اللي يجعلوا المورفين يغطس هذا الوقت كامل وهو الصراحة كان سبب أخر ويمكن بطريقتين أو أخرى عندي يدفيه وهو ما قالوش حتى أنا من الأحسن ما نقولوش النسيانه نعمة العرر غير يرجع المورفين في هذه الفترة اللي كان غايب يقول بللي ما كانش يتمزك بزاف الراب يعني ما متبعش الجديد بالجديد نغمان مؤيمتك يقول أنه يدير هذه القضية من اللي يكون خدام على شي بروجي جديد تماراك يتبع ويتمزك كل شيء علاش؟ أول حاجة باش يتموتيفه ثاني حاجة باش ما يعودش الكلام وثالث وأهم حاجة باش يتبع النفو في نصوه وعلى ذكر النفو الموسيقي بالمغرب المورفين كيقول بللي ما كانش ديفلوبمون في الراب المغربي مقارنة مع الراب أوله الموت الكحلاء لاغ ناقص وبزاف المورفين كيقول بللي كان يحسب له في هذا الوقت غادي يلقى دي جيني في الكتاب و دي جيني في الراب المورفين كيقول بللي رواب بعدنا ما كيديروش مجود وبحال هاتش ما كيموتيفيش كيقول لاش أنا بدأنا نحرق راسي مع شي بلانات اللي أصلاً يقدروا ما يتفهموش وضيغت ديسك اللي يدرت فيهم مجود نجريوش معاوه ولكن المورفين كيقول مع راسي هاد المشهود والإبداع في أفكار جديدة غايديروه ولكن ماشي في اي طرق يديروهم في الألبوم على الأقل وذلك الساعة اللي بغايت رايطرق على تفهموه ربما تفهموه في المستقبل محل ديم وقبل ما نسى فاش كانوك يديرو مقارنات دي الراب المغربي مع الراب دي الراب نسي يعطي اكزومبل دي الراب في فرنسا أقل بلي الألقاب تموه ديسك دوغ أو عندهم عادي الفرق هو أنك من اللي تأخذ شي رابر تموه اللي يواخد ديسك دوغ وخكتر كتلقاه فعلا يستحقق كيكتب ومعرفش هنا صراحة لش فكرة ما عرفش بغايل المحفل هدراعلي ولكن ما نسوش ما نسوش اكسلسيور ما كانش جاتنا عادية حيث كان منها كنا متوقعنا ولكن كي الالبوم وهذا يعمر المورفين هدراعلي المورفين كيقول بلي في البداية الفين وعشرين الى بقى في كلمته ارا كيقول بلي غاديلوح البوم ماشي اكسلسيور غايلوح البوم اخر ما عطاناش تيتر ديالو من اللي عرفنا انه كي تكون من 12 الترك وهذا الالبوم ماشي بحل اي الالبوم اول حاجة الالبوم اللي قاعد تركتهم جانسي ستا ديغ كتلك الخيط اللي كي جمع الترك بالترك ثاني حاجة هذا الالبوم اللي كيقول المورفين بلي خدا منه جهد كبير قدر له حرق الراس حزق الكرة يكتبه بحل اللي كيكتب شي سيناريو دفيلة يعني جمعت التركات كاملين رغي عطوك قصة رغي عطوك فيلم وصورة اللي عندها بداية وعندها نهاية واحدات اللي كتوقع الوص المورفين قدروا نقولوا نحط الالبوم دياله حيث كيقول بلي هو كنتخ انك تعمر غي باش تسمى درتي الالبوم هو كنتخ انك تجمع طراك من الشرق وطراك من الغرب ودك شي لا علاقة مع بعضياته وتجمعهم وتعطي البناد وتقولوا مهاك مام ان الفاز كيقبلها والمورفين في هاد النقطة كيقول انا عارف القليل الروسي كلكلامي الجمهور غيقبلها وغتنجح ولكن لا انا مارضاهاش حتى معراسي الصراحة انا كنت ان هذا الالبوم فارغ صبر علاش انا بالنسبة لي هاد الالبوم هو اكسلسيور حتى اخر حاجة سمعتها انه خدام على الالبوم خدام في اكسلسيور وكين تراكات اللي وجده من اكسلسيور كنت سمعت ديك سعب اللي شجوش تراكات اللي ثلاثة كانوا وجديه المورفين غيباس خاش بكلمة اكسلسيور وبغي خليها ديما معه الحاجة اللي متأكدمنا ان هذا الالبوم ويلا بقى في كلمة وراغل غادي يلوحوا في الاول ديالالالفين وراغل يعني انا ما بقى لهم الحاجة اللي متأكدمنا هو ان هذا الالبوم سيكون الالبوم اللي واعي وعلى حسب هدرته غادي نسمعوا الالبوم نيفو اخر في الراب وفي الكتاب الالبوم اللي كله تراك فيه شد في الاخر اهجر هو الالبوم غادي تلاحقه في سبوتيفاي ويستاهل كوميم شوية اللعقة على هاد الخدمة الكبيرة اللي كيقول دالي هاد الالبوم كيف ما كيقول باللي قبل غالبا من اللي يكون في السوديو يقدر يلوح شي اكستر هو كيقول في فانس دياله كونه هاني انا تكون عندي شي حاجه واجده شي طرق واجده ضروري يغلوحه وانا انا صراحة افكرني في شي واحدين انا ما كتتسرطيش واحد القادية ديل واحد كيلوح الطراك اليوم ويقولك اه الطراك را عندي قديم ومن بعد زع ما بغيتي تفهم لي ان الطراك كان عندك واجد قديم وعليش ما لحتيش ما اقتنعتيش به في الماضي وبغيتي تقتنع به في المستقبل هنا هو اللوجيك اللي كيطره هنا الى الطراك عند قديم هي اما ركت تكتب سطر بسطرعات ساليتي يا الطراك را فعلا كان واجد عند قديم مما اقتنعتيش به ماذا سيتدير؟ ستموضيفه فيه ستبدل فيه ما هو مجدد؟ ما ستقنعنيش في كل عبادية الاحققة كتبه قديم لك ما عدوش على قبل موضوع الحاضر حتحنا بالنسبة لنا الى الطراك عند قديم ما ركتش عندك واجد الدليل انك ملحتيش اللي ردكو كنت معكو فميليا السلام عليكم